أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم في البداية قبل ما ندخل على الخبر اللي هو الأخبار الفلسية اللي هو انتقال المريخ رح أحكي ملاحظة للأشخاص اللي أول مرة بتابعوني أو الأشخاص اللي جديد دخلوا على القناة وبشاهدوا هذه الحلقة وبعرفوش أسلوبي فأنا بنقل علم وبنقله بحاول قدر الإمكان أني أكون أمين في نقل المعلومة يعني ممكن أعطيك أنا معلومات إيجابية ممكن أعطيك طاقة إيجابية ممكن أحكي لك إشي أنت بتتمنى وفي لحظات ممكن الكوكب هذا بيكون منتحس فما بقدر أنا أكذب عليك وأحكي لك أشياء إيجابية وبعدين أنت بالواقع بتكون الأثار اللي أنا بحكيها هي بتصير معك بس أنت ما بدك تسمعها مني لأنه أنت بدك حدي جاملة أنا ما بجامل أنا في معلومة جيدة بأعطيك إياها في تنبيهات بنبهت منها في معلومة سيئة بدي أحكي لك إياها للأمانة العلمية فقط لا أنا نكدي وشخص سلبي عايش بالسلبية فعشان هيك بدي كل الناس تتدمر لكل شايف الوضع إيش اللي عنده معلومة بتناقض المعلومة اللي أنا بحكيها أو عكسها وهو عنده دليل علمي على هذا الموضوع يطرح ليها يقول لي أنت أخطأت بالنقطة هاي فتفضل هاي التصحيح تبعها رح أحكي بصراحة اللي أنت حكيته إذا أنا اقتنعت فيه وكان علمي تماما رح أشطب معلومتي ورح أحكي معلومتك ورح أحط اسمك في المعلومة هاي ولكن أنت بس مجرد أنه ما عجبك توقعي فصار لا يعلم الغيب إلا الله وكذب المنجمون ولو صدقوا وانت سلبي وأنا بديش أتابعك طيب خلص تتابعني عادي جدا ما عجبك الحلقة عادي جدا بتحط ستم ديسلايك بتسب علي وتسعب حلقة بظل اختالها خلص انتهينا من الموضوع بس لت وعجن وكلام فاضي بس لأنك هيكي يعني شكلي ما عجبك خلص ما تتابعني شي يا أخي فخلينا احنا ندخل على هذا الخبر حبيت أعلق على هاي النقطة لأنه في الحلقة اللي أنا ذكرتها قبل هاي عن حركة الشمس وحكيت إنه الشمس رح تكون منتحسي وعطيت تحذيرات لها ونبهت الأبراج الأضعف في ناس كثير ما عجبهاش يعني بدهم واحد يكذب عليهم أنا ما بكذب عليك وما تعلق الوهم تاعك على شماعتي عادي رو عيش عند أي واحد في ناس كثير بتجوزك وبتخطبك وبتجيب لك مصاري وبتلبسك وبتعطيك اللي بدك هي بس عمله مشاهدة وعمله لايك وخلصنا من الموضوع أنا لا بدي تتابعني ولا بدي تشترك بالقناة ولا بطالب بمشاهدات بالألاف ومئة الألاف أنا بدي ناس بتفهم في ناس بتفهم أنا بكون مبسوط في ناس بدها تتعلم أنا بكون مبسوط عكسك أنا ما بديها ما بديها يا عمي أنا مش مستفيد من القناة أساسا يعني أنا بفيد جاعد بهذا العلم فقط لا غير بدون أي مقابل اللي بدي يطلع يقول لي الإعلانات وانت بتستفيد وبتأخذ أنا زلمي بأخذش ولا تعريفة حتى من الإعلانات واليوتيوب أنا ما بستفيد ولا فلس يعني لو انت بتتابعني بتقدر تسأل المتابعين الموجودين هم بشرحوا لك الموضوع بدنا شنو قد ندخل في هذا الموضوع خلينا نحكي ما عليش أنا طولت عليك وأنا بعتذر ولكن المقدمة هاي لابد منها هالمرة هاي لأنه كثير ناس يعني ما فهم ما بتفهم أسلوبي فحبيت أوضح هاي المقطة اليوم بدنا نحكي عن انتقال المريخة وبالبداية يا بالما نحكي أنا بحكي ارتجالي يعني المعلومات اللي أنا بحكيها كأني أول مرة بعرفها زي ما انتو بتعرفوها راح أفصلها تفصيل ارتجالي فما مش راح أتفاجأ وراح أفاجئه المريخ معروف عنه كوكب النحس الأصغر يعني هو كوكب لحاله طاقته سلبية لا أنا متجبتها من دار أبوي ولا هو روح اعمل سيرج على كل الدنيا بتقول لك ان المريخ معروف شو أثاره طيب المريخة موجود في برج القوس خلص إدارته في برج القوس الآن بده ينتقل بالدائرة تبعته لبرج الجديد راح ينتقل لبرج الجديد يوم 24 وحد في تمام الساعة 12 و 52 دقيقة بعد الظهر راح ينتقل من القوس للجديد ورح ينقل في برج الجديد لغاية يوم 6 ثلاثة لغاية الساعة 26 و 22 دقيقة صباحا طيب قوسة المعلومة يعني من 24 لغاية 6 ثلاثة راح يكون موجود في برج الجديد كوكب المريخ هو المسؤول بتأثيراته على الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية هذول الأربع شغلات هو اللي بيعززها هو اللي بيعطيها الأفضلية وهو المتحكم فيها صفاته الشجاعة والإقدام وحب المنافسة والجراءة الاندفاع الطاقة للعمل والنحية الجنسية سلبياته الجدل والقسوة والتسراء هاي أسوأ صفاته طيب أهم الزوايا اللي راح يشكلها خلال تواجده في برج الجديد على أساس أنه إحنا نحكم عليه أنه هو إيجابي ولا هو سلبي فبدنا نوخذ إحنا كل الإحتمالات عشان ندرسه ونحلله ونشوف طاقته إيش اللي بدي يعطنيه هو مكانه يوم ما بيكون بالجديد راح يكون إيجابي ولا راح يكون سلبي فلازم أشوف الزوايا ولازم أنا أقرأها الآن هو بدي يدخل على شرفه يعتبر الجديد هو شرف برج المريخ طيب بالنسبة للزاوية الأولى اللي راح يشكلها المريخ راح يشكل زاوية تسديس إيجابية المريخ مع المشتري يوم 4-2 هاي الزاوية اللي راح تتشكل يوم 4-2 بمأنها إيجابية تأثيراتها من يوم 30-1 لغاية يوم 9-2 كل اللي أنا بدي أحكيه هسه في هاي المدة اللي هي من 30-1 لـ 9-2 تخلق جو من التسامح لأنه ممكن في هاي الفترة نتسامح مع الأشخاص اللي بيخطؤوا أو راح يخطؤوا بحقنا ونمد لهم يد العون وممكن شوي هيك تدفعنا للتراجع عن بعض الأخطاء يعني منكون بدنا نغلط بإشي ولكن إشي بمسكنا هيك وبقولنا لأ دد دد غلط هذا الإشي تعملوش فضميرنا بيخلينا نتراجع على هذا الموضوع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليف إيجابية راح تكون بين المريخ وبين أورانوس وهاي راح تكون تأثيرات يعني أوجها يوم 8-2 هاي التأثيرات بتستمر لهاي الزاوية من يوم 6-2 ليوم 11-2 هاي الزاوية بما أنه المريخ وأورانوس فهاي بتكسبنا الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا هذولا سجلوهن إنه هذولا إنه اللي راح يسيطرن خلال الشهر هاي هاي الزاوية فهاي الزاوية هي المهمة غير إنه تأثيره عليك كبرجك بتضيفها على برجك فبتطلع أنت بتعرف الليلك كل هاي الشي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران بين الزهرة وبين المريخ بما أنه الزهرة والمريخ فهاي زاوية ممتزجة فيها إشي إيجابي وفيها إشي سلبي فإحنا بنا نحكي الممتزج هذا شو هو بما أنه الزهرة والمريخ يعني العاطفي والجنس يعني بتركز على الأزواج أكثر إشي أحد ولأكثر ناس بدهم ينتبهوا من هذا الموضوع هاي الزاوية يوم 16-2 وبتستمر تأثيراتها من يوم 9-2 لغاية يوم 17-3 يعني مدة طويلة بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين هاي إيجابيتها وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ماشي هاي إيجابيتها طب شو سلبيتها أكثر المتضررين هم المتزوجون ده أنها بتخلق لهم مشاكل حاطفية إلها توابع سلبية ماشي طيب بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية على طول تسديس يعني إيجابية بين المريخ وبين نبتن وهاي راح تكون يوم 23-2 طيب تأثيراتها هاي بتستمر من يوم 21-2 لغاية يوم 26-2 بيكون عنا تركيز عالي لدرجة إنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول إنه يكذب علينا أو يخدعنا خلال هاي الفترة كما إنه هاي الزاوية تدفعنا لحب المغامرة التحمس لفكرة ما من التحمس هيك لمشروع لانطلاقة لرحلة مغامرة وممكن نحقق إنجزات علمية أو عملية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بين الزاوية اقتران بين المريخ وبين بلوتو المريخ وبلوتو معناته سلبية فورا بدون نقاش ليه وهدولا كوكبين واحد إلو علاقة بالحرب والدم والحريق والنار والتفجيرات واحد إلو علاقة بإنه بقلب الإشي من تحت لفوق مرة وحدة يعني بفتح عشان بقلمك عشان يريحها اثنين هذولا بما إنه اقترانوا مع بعض معناته في أعداث مرعبة رح تكون بمأنها سلبية هاي الزاوية رح تكون يوم ثلاثة ثلاثة طبعا تستمر تأثيراتها من يوم ثمانية وعشرين اثنين وحتى يوم ستة ثلاثة إذن في هذا التاريخ ما بين حوالين هذا التاريخ ممكن يوم سبعة وعشرين ممكن يوم ستة وعشرين يصير أحداء ولكن أنا بحط تأثيراتها الفعلية القوة اللي أنا بشوفها أكبر طاقة للاقتران هي يوم ثمانية وعشرين اثنين ولغاية يوم ستة ثلاثة هاي الفترة يتعدي بسلام وحنا بخير لأنه هاي الزاوية للاقتران تعد دلالة على إنه هاي الفترة فيها مشاحنات وعنف وممكن يكون فيها حرب سريعة وممكن يكون فيها إشيء العلاقة بدمار سريع برضو زي عملية عسكرية وإشيء هيك طاقة كبيرة وبصير فيه أشياء توابع لهذا الأمر هس هذا تحليل دائم ما بتغير كل ما صار اقتران أو تربيع نحكي نفس الكلام طيب دوليا شو بصير بتدل هاي على إنه هذي الفترة اللي احنا ذكرناها ممكن تشهد اضرابات للعمال وممكن ترافقها أعمال شغب أو حوادث عنف كما بتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادة أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية أو تفجيرات وحرائق وكذا بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل والحرائق والغابات حرائق الغابات ماشي هاي كل ما صار هذا الاقتران أو صار تربيع لين هذول الكوكبين نحكي نفس الكلام لأنه هذا علم ثابت مش أنا اللي بقل أوكي طهيب الآن المريخ في بدنا نحلل الآن المريخ قولنا في برج الجدي يعني في شرفه وهذا إيجابي يعني هاي بتتسجل إلو وبنجد إنه الزوايا اللي راح تتشكل أغلبها هي والقوية منها هي الزوايا الإيجابية لولا آخر زاوية هاي اللي ذكرناها هي اللي فيها عنف ولا باخره الزوايا أغلبها إيجابية آآ منول فترة وجود المريخ في برج الجدي أغلب وسعيد راح يكون خلال الفترة ما بين 24 واحد لغاية 6 ثلاث إذن المريخ راح يعطي طاقة إيجابية لأغلب الأبراج طيب برج الجدي شو راح يستفيد أو إيش الحدث اللي بصير المهم كمان من هذا الموضوع عادة المريخ لما بيجي بده ينتقل من برج لبرج ماشي يعني من يوم 24 واحد إحنا ونبدو ينتقل عادة هو قبل بثلاث أيام أو خمس أيام وبعدي بعد ما ينتقل ويستقر بيومين بيظل فيه نوع من أنواع العنف في حوادث في أحداث سلبية ممكن تكون طبيعية ممكن تكون إشي إلو علاقة في تفجيرات أو إلو علاقة بالنار زي ما هو البرج هذا إشي دائم كل ما يجي بده ينتقل احسب قبله بثلاث أيام بعده بثلاث أيام هيك يخذها تجد أنه في حدث مرعب بصير في هاي الفترة في حدث كبير بصير في هاي الفترة طيب الآن بده ينتقل هو لبرج ترابي إيش المتوقع؟ معناته بده يأثر علينا إشي إلو علاقة بالتراب إشو أحداث أرضية أبنية ممكن انهيار أبنية قديمة أو فع زلازل أو انهيار مناجم أو ما شابه ذلك إلو علاقة بالتراب هاي كمان معلومة في هاي الفترة لما بنتقل لبرج ترابي يعني موليد برج الجدي تحديداً بيشعروا خلال هاي الفترة بالحيوية والطاقة والجراءة والراغب الجنسية ولكن المشكلة إنه ممكن يندفعوا في تصرفاتهم يصير عندهم تهور بقراراتهم هذا الإشي بدهم يحكموا لأنه بشوفوا الدنيا مفتوحة قدامهم فبنطلقوا وما فيه إشي بوقفهم فهذا اسمه اندفع لازم يشحطوا بركاتيك فرامل عشان ما يتهوروا طيب بالنسبة للمريخ بما إنه رح يكون في الجديد طب باقي الأبراج شو رح تستفيد؟ الآن رح نركز على نقطة أنا بحكي برج وبحكي طالع يعني أنت كتبتوا التوقعات اللي حكيناها بالنسبة للزوايا الآن برج بتسمع برجك وبتسمع طالعك وبتدمجهم مع بعض مع اللي حكيته فوق تعرف أنت الشهر هذا كيف ماشي معك برج الحمل واللي طالعهم حمل بيركز هذا الوجود للمريخ في برج الجديد على مجالات العمل وبالذات العلاقات مع المسؤولين عشان هيك ديروا بالكم المشاكل ديروا بالكم من إنكم تدخلوا بمشاحنات مع المسؤولين في الفترة القادمة الطاقة اللي رح تكون بما إنها إيجابية رح تتمكنوا من تحقيق بعض الأهداف المهمة خلال فترة الأربعين يوم القادمات فعشان هيك استغلوا هاي الطاقة الإيجابية بدون ما تيروا مشاكل في مكان عملكم وبرضو هذا بيت الصمعة فبتكنوا تحافظوا على صمعتكم برج الثور واللي طالعهم ثور طبعا هذا البيت التاسع بالنسبة لألكم يعني بيت السفر البعيد والمواضيع القضائية والهجرة والاستراد والتصدير والدراسة الجامعية فأنت رح تركز على هاي المواضيع حاول إنك أنت تدير بالك من هاي الأمور أو ما حولها يعني إذا بغيت بدك تسافر مثلا تفقد جواز سفرك أوراقك الأمور هاي حاول إنك ما تدخل بقضايا قضائية اللي عنده أوراق هجرة ممكن يصير بعض التأخير عليها بدها عادة مرة ثانية يعني تجرب مرة ثانية اللي عندهم بضائع استراد وتصدير ممكن يصير فيها بعض التأخير حسا إيجابيا كامل بتميل لتتبع اندفاعاتك وبتتخذ قرارات مفاجئة أو بتقوم بخطوات مهمة أو ممكن تقرر على سفر من دون سابق استعداد فجأة تطلع الفكرة عندك فأنت عندك طاقة كبيرة على كل الأمور اللي احنا حكناها فممكن تعمل أي إشي في هاي الأمور برج الجوزاء واللي طالحون جوزاء بما أنه هذا البيت الثامن معناته بيت الأموال المشتركة بيت التعويضات بيت التركات بيت مال الزوج ماشي فبتركز على هاي الأمور حاول انك ما تحملها ما تصرف في هاي الفترة ما تكفل حد ما تضمن حد طيب إيجابيا شو؟ بتميل لقبول التحديات من أجل إثبات قدراتك فعشان هيك دير بالك صحيح أنها إيجابية ولكن دير بالك أنك تغامر بشيء أنت مش دارسه صحيح برج السرطان واللي طالعهم سرطان طبعا هو مقابلكم تماما بما أنه مقابلكم تماما معناته هذا بيت الشراكة والعمل والعاطفة وعلاقة الأزواج في بعض فعشان هيك هدول أكثر الناس اللي بدهم ينتبهوا لأنه هذا بيت الشراكة ما يدخلوا الخلافات اللي هي الزاوية اللي حكينا عنها بينهم وبين أزواجهم وتتطور لخلافك كبير أذكارك ومشاريعك ممكن تلقى استحسان من طرف زوجتك أو زوجك أو شركائك في العمل ما شيء إيجابية أعطتك ولكن في لحظة الإنفعالات والعصبية ممكن تنقلب ضدك برج الأسد واللي طالعهم أسد طبعا هذا يعتبر البيت السادس لإلك بيت العمل وبيت الصحة هو جيد على مستوى العلاقات مع الزملاء أو على مستوى العمل ولكن ممكن تدخل بخلاف ما بينك وبين أحد الزملاء ويتطور فيحذر من الخلافات وتمم أعمالك بوقتها وما تتغيب عن عملك وفي نفس اللحظة تدخلش بمشاكل في نطاق العمل بدك تتجنب كمان عشان الأمر الصحي فهو إلو علاقة بالإصابات في أسفل الظهر فبدك تتجنب فرفع حاجيات ثقيلة عن الأرض عشان ظهرك أو أسفل الظهر عندك ما يتضرر إيجابيات بتقوم بمبادرات مهمة تستفيد منها وبتتمتع بحيوية كبيرة جداً بمبادرات على مستوى العمل وحيوية جداً على مستوى الصحة برج العذراء هون التركيز الأقوى لأنه هذا البيت الخامس لأيكوه حكينا في مشاكل عاطفية راح تصير فبتكوا تركزوا على هاي النقطة من الزاوية اللي ذكرناها الممتزجة فهون اللي هو علاقة بالعلاقة مع الأحبة ناسية مع أولادنا أحبائنا أبائنا فعشان هيك تتجنبوا تفرضوا السيطرة عليهم وبرضو تضغطوا عليهم ممكن تعمل هاي إيجابياتها بتعمل تقارب كثير ما بينكو بين الأحبة ولكن بتعمل مغامرات وهاي ممكن صير مخاطرات وإن هو بيدفعك لهاي الأمور فعشان هيك بدك تتجنب المبالغة في هاي التجارب وبرضو في تجربة حظك المالي ما تبالغك كثير أما الإيجابية المطلقة فبيزيد حبك للحياة وعزمك أكثر لهاي الأمور ولتحقيق الغاية اللي أنت بدك إياها وبتفتح مجالات جيدة ما بينكو بين الأحبة برج الميزان واللي طالعهم ميزان بما أنه البيت الرابع هاد فهو بيركز على أمور العقارات والبيت والعيلة فعشان هيك هذا التركيز رح يكون على هاي الأمور ممكن يجيب بعض الأعطال ممكن يجيب بعض الأمور اللي إلها علاقة بعطل لأجهزة النار يعني مثل الغاز الفرن الشواية الأشياء اللي زي هيك يصير فيها بعض الأعطال وبما أنه في فصل الشتاء اللي هي الصوبات الحرارية ممكن يصير فيها بعض الأعطال فبدكوا تنتبهونها دير الأعطال البيتية وممكن عشان الأمور العائلية تندفع وتتهور فيصير فيها بعض الخلافات السيدات اللي بيشتغلن في البيت بدهن ينتبهن أتنى قربهن من النار لأنه قلنا أي شيء له علاقة في النار وهذا علاقة بالبيت بدهم يحذروا ويتفقدوا اللي هي وسائل الأمام ما فيه إشي خطر ولكن لأنه حكينا المريخ سعيد فعشان هيك بس هي نوع من أنواع تحذيرات المريخ فبلاش يعني تكون زاوية سلبية أو شغلة فتكون إلها عواقب أما إيجابياتها بالكامل فبيزيد تأثيرك وسلطتك على وسطك العائلة يعني بصير لك شخصية قوية ومعبوب ومقرب بشكل أكبر برج العقرب واللي طالعهم عقرب بما أنه البيت الثالث معناته أمور إلها علاقة بالسفر القصير داخل المدن في العلاقة مع الإخوة والجيران في الدراسة اللي هي مهدون الجامعة اللي هي ثانوية عامة تغاية الابتدائي واللي هم الطلاب هدولة بدهم ينتبهوا أثناء تنقلهم بالسيارات داخل المدن ينتبهوا من مغامراتهم ومجازفاتهم بالسرعة فممكن يعملوا حوادث أو أنهم يتخالفوا وصير مخالفات فعشان هيك بدهم ينتبهوا من هاي المسائل واثنين أثناء حركتهم ينتبهوا من الإصابات ممكن يوطدوا العلاقة أكثر بما بينهم وبين الإخوة ولكن ممكن يصير شوية حدية بالتعامل ما بين الإخوة أو الجيران في المدة هاي الطلاب اللي ما دون الثانوية العامة بدهم يركزوا أكثر في دراستهم ما يعتمدوا على الحبود أما بالنسبة للإيجابيات فبيزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك وهي فترة مناسبة للنجاح في الدراسة والمباريات اللي هي المنافسات برج القوس واللي طالعهم قوس هنا بركز على البيت الثاني لإلك اللي هو العلاقة بالأموال أو الأمور المالية هاي تفتح لك فرص مكاسب مالية تيجيك من عمل إضافي فرص مستردات هبات دعم هدايا أي شيء من هاي الأمور فبتدعمك بشكل قوي جدا ولكن من جهة ثانية بتتصاعد النفقات عشان هيك بدك تمسك إيدك بشكل جيد وتبعد عن التبذير نهائيا بالفترة هاي وبرضو بدك تنتبه من النصابين والمحتالين وحاول إنك ماتك فالحد أما بالنسبة للإيجابية المطلقة في هاي الموضوع فهاي فترة رح تتحسن يتحسن فيها وضعك المالي بشكل جيد ولا بأس فيه برج الجدي واللي طالعهم جدي بيستفيدوا في النشاط والحيوية والجراء والرغبة الجنسية زي ما حكينا ولكن ممكن أنهم يتسرعوا في تصرفاتهم من حين لآخر هات اللي إحنا حكيناه وبنرجع بنحكيه هذي أهم النقاط من ناحية إيجابية بتزيد ثقتك بنفسك وشجاعتك وحيويتك وهذا الشيء ممكن يساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية بشكل واضح ولكن حاول إنك يعني تدعس فرامل لما تشوف حالك بدك تندفع كثير تدعس فرامل برج الدلو واللي طالعهم دلو طبعا هنا ما يزعلوش مني هسا وصيروا يسبوني موليد برج الدلو إحنا ما صدقنا وإحنا نقول للشمس وصلت لعندهم بدا تحسن الأجواء المريخ إجا ودخل على بيت المتاعب عندهم فعشان هيك بدهم يحذروا لأن المريخ دائما بيجيب أشخاص بتتآمر عليهم من وراء الكواليس فعشان هيك بدكوا تحذروا من أشخاص ممكن يتآمر عليكم من وراء الكواليس ولكن بما أن المريخ سعيد رح يكون أغلب الوقت فعشان هيك رح يدعمكم بأنه يكشف لكم هذول الأشخاص طيب إيجابية مطلقة بتميل للإندفاع بسرعة متخطي كل العقبات يعني بمعنى آخر الطاقة اللي موجود عندك لا متآمرين ولا أشخاص بكيدولك ولا مين مش رح تكون سائل عن حد أساساً بالفترة القادمة برج الحوت واللي طالعهم حوت بتركز على علاقاتك بالأصدقاء طبعاً هذا بيت علاقات الأصدقاء والمناسبات الاجتماعية والحفلات والمناسبات وتكاثف الأصدقاء معك وأصدقاء جدد والأمور هاي حاول أنك ما تفرض سيطرتك على أصدقاء وحاول أنك ما تبالغ بالضغط عليهم بالفترة القادمة هاي التحذير الوحيد لهذا الموضوع ممكن يدخل أصدقاء جدد ممكن أصدقاء يدعموك يصير تحالف جديد ما بينك وبين الأصدقاء هذا من ناحية جديدة إيجابية ليش أنا حكيت النقطة هاي لأنه الإيجابية المطلقة لهذا البرج إنه بيزيد تأثيرك وصلقتك على أصدقاءك وبكونوا حابين هذا الموضوع شخصيتك بتكون قوية ولكن أنا حبيت نبهك إنه ما تبالغ في هاي الأمور عشان ما تخسر الأصدقاء طبعاً هيك بنكون انتهينا من هاي الأخبار الفلكية فعشان هيك حابب أنبه لنقطة عشان برضو الأشخاص اللي بدهم يطلعوا علم الغيب والله أعلم وربنا اللي بيعلم وأنت شو بعرفك وهذا الدجل وهذا كذب أول إيش أنا لا بيعلم الغيب ولا عندي معرفة الغيب ولا هذا الموضوع إلو علاقة بالغيب زي ما انت بتتداعيه لو تفكر في الموضوع بتلاقي هذا علم يعني الشهر الجاي بتتغير هاي الأمور وأنا ما إلي علاقة في هذا الموضوع ممكن أصيب وممكن أخيب لا أنا بداعي العلم الغيب ولا يده أعرف عن حالي فهذا علم ما إليه علاقة بكل اللي أنت بدوله وكذب المنجمون وكذب هذا وأنا بقول لك كذبه والله أعلم والله أعلم أنه دائماً بحكيها فعشان هيك رايحونا من هالكلمتين هيك وفي النهاية كل اللي أنا حكيته هذا طبعاً إيجابياً أنا بتمنى أنه يصير السلبيات اللي أنا ذكرتها بتمنى أنها ما تصير نهائياً بتمنى أني أنا أطلع كذب وتوقعاتي مش مزبوطة في الأشياء السلبي وفي الإيجابية وأكثر بتمنى برضو أنه أكون صبت فيها وعطيت كمان استفادة في الموضوع وزي ما بحكي كل حلقة وفي نهاية كل حلقة والله أعلم أنا لا بتكههم ولا بتنبأ ولا أهم أنا بعطي علم يا بصيب فيه وبكون توفيق من الله يا بخطئ فيه وبكون خطأ مني أنا وربي يغفرني زي ما حكينا والله أعلم ويا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء